كلميني شوية عن الفوتو ساشن بتاع ماي عيز الدين نحكي لي اه ايه اللي حصل فقاليني ايه اللي حصل كمان يعني behind the scenes كده مبدئين انا ماي عدت معاها من زمان وحتى عملنا تيتر كان مسلسل في رمضان تقريبا من خمس سنين انا كنت سيربرايز انا اتفاجأت ان الشخصية اللي انا بشوفها في التلفزيون هي الشخصية اللي انا قادة معاها ليه بقى لانها انجلش perfect عربي كلامها مرتب غير الشخصية اللي بتشوفيها اللي وصلة للجمهور كله اللي على التلفزيون very classy موعدها sharp professional جدا مرتبة جدا محترفة جدا انا يمكن اول مرة اقول ده عن اي حد بس هي حقيقي لانه دايما ببقى انت حملت مع فنانين كتير دايما بيبقى الكاركتر اللي بتقعودي معايا قريبة الصوت اللهجة البصات لأ دي اندول على شيء إنه دل إنه هي بجد بتقلب الكاركتر وبتذكرها كويس جداً وبتبقى شبهها لدى لتقلت إن أنا أقنعتني إنها سلمة وأقنعتني في عمر وسلمة وأقنعتني إنها معلم بي الدور اللي هو اللي قطعت لا لكن أنا اللي أنا شفتها واحدة تانية خالص قلت لها بعد إذنك يا ماي أنا عايز أعمل معاك فوتو شو عايز أوري ماي مي بزوقها بشعر مي بوش مي بمي شخصية مي وشكل مي اللي محدش يعرفها يعرفها الحقيقة صح بلبسها بطريقتها يعني حتى الإنستجرام بتاعها مش موري مي صح فقلت لها عملك فوتو شوت هاي أنت لكتجري ألوان وبرضو هي بتحكي قصة مرأة فامنن ست حلوة وست نجحة وقوية وقوية وحاجات كتير فالحمد الله أنا مبسوطة جدا إنها قبلت إنها تعمل الفوتو ساشن ده وإن شاء الله الجايات كتير إن شاء الله لأنها بيقولك حتى احترافييتها في الدقة والتفاصيل حاجة مشرفة حانستي شكرا